يو سيفن باي أرخص وأضمن موقع لبيع كوينز فيفا عشرين سريع بالتسليم وآمن ومضمون من الباند والتصفير وطبعا لا تنسى تستخدم كود الخصم الموجود بالدسكريبشن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا انا ربستر جيم انا معكم اليوم بمقطع جديد من سلسة الطريقة الى العالمية انا والله بعرف اني صاحبة وساحبة عليكم ورمالي عم منزل لكن ما كنت عم بحسر نزل بصراحة يعني المهم بتمنى ان اكون فهمتوا وجهة النظر شوف في زيادة ما شاء الله بالمشتركين لكن المشاهدات نفسها واللايكات نفسها يعني اللايكات والمشاهدات تقريبا نفس الشيء من لما كنا 300 الف وحاليا صرنا 600 الف مشترك وحاسس ما فيها الفرق الرهيب بصراحة يعني ما في فرق ضعف ولا في فرق بسيط شوي يعني فمشان هيك حبيت اني اضع وبصراح كتير ناس سألت عني حبيت اني شوف المتابعين هل رح يفتقدوني ولا لا لكن والله كتير ناس اجيتني بالانستجرام وبالتويتر صاحني ما جاوبت على كل الرسائل لكن والله شكرا جزيلة لالكن يعني على الاشتياق ومن هالكلام فطبعا بحلقة اليوم رح يصير شغلات جدا رهيبة ساوا كتير شغلات اي 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 انا ما انتبع هتنزلوا اقال لعيبة الهيدلاينر واندري الهيدلاينز او هيك شيء اسمها فالحد الان ما شفتها خلينا نشوفه مع بعض تمام اوكي نيمار صلاح ليفندوسكي انا تسمعت انه رح ينزل بتاكد انه رح ينزل ليفندوسكي لكن ما توقعت ينزلوا نيمار يعني ما عمل هالشي الرهيب ميرتنز صلاح اوكي هاي التشكيل السميدون نزلين له كمان لويس البرتو كنتوا توقع ينزللوا ميرتنز كنتوا توقع جارد مورينو كنتوا توقع نينجولان كمان تيلس ما توقعت سانسون لا فاران لا وفاردي في لعبين كمان والله تشكيلة جلد طبعا هاي التشكيل اللي عم ايتمد عليها حاليا احيانا بلعب لارسون واحيانا بلعب اقويرو بالمناسبة انه اقويرو طلع لي ببكج يعني وما بينباع طلع لي قبل بيوم مما تنزل تشكيلة الاسبوع كان كانت عامل هيك تحدي وطلع لي منه لارسون ارقامه والله ممتازة معي 10 مباراة 10 هدف 6 اسلستات بس مشكلته انه 3 نجوم مهارات وهي مشكلة كبيرة بصراحة بدأي داخل الجيم اقويرو طلع لي ببكج 7 مباراة 7 اهداف واسس يعني الاثنين اقراب جدا من بعض في شي بدي اعملو تحدي بدي اعمله بهي الحلقة اللي هو تحدي ارنولد لاعب الشهر الفكرة اللي في بالي انه ارنولد راح يطور مليون بالمية بالانتقالات او بهاي الوينتر اوبجريد بسموها تمام فااجيد راح بيتطور هاي البطاقة حاليا الريتنج البطاقة العادية 83 على الآن راح ترتفع على ال85 هادا الشي انا متأكد منه فهاي بطاقة ال88 يعني منطقيا راح بصير الريتنج تبعى تسعين. انا هذا الشي شايفه جدا منطقي. يعني السرعة رح ترتفع حتى الدفاع. انا بهمني كتير الباصات بالظهير. حرجيكم التحديات الايكون اللي خلصتها لغاية الان. فخلصت من تحدي دوري الانجليزي بالكامل. مع اني معني عم باللعاب يعني هدول كلهم صار لهم فترة مخلصا. وخلصت من تحدي من هدول التحديات اللي هو عشر لعب برتغالي. وطبعا مننزلين تحدي فيرنر. فيرنر رح يفعى الريتنج طبعه كمان بالبطاقة العادية وهي البطاقة رح يصير سعر فوق. فاصلا هو سعر تحدي بيكلف تلاتمئة وخمسين الف. تعب رهيب بصراحة. طاقاته غير طبيعية. الانهاء عالي. عالي. يمكن شوي ضعيف. التحمل حلو. لكن الهدوء عنده سيء تسعة وسبعين. يعني بالنسبة للمراوغة ثمان وثمانين لازم الهدوء يكون اعلى من هيك. صراحة كنت محتار كتير مشان الظاهر لمين. بس يبدو اني رح عامل زامبروتا. يعني صاح انه ارنل ممكن ما ادفع عليه كتير. بس زامبروتا ما رح ادفع شي يعني بس من لعيبة المبادلة وكمل التحديات وعملوا عادي. فقريبا جدا رح نعمل ان شاء الله على لما يخلصوا المهمات كلها. لانه انا مكمل خمس مهمات من السيزن لقبل. وخمس مهمات من هذا السيزن او ست مهمات بهذا السيزن. فبصير عنا اداشر لعب اللي هو اه تبع زامبروتا. البساط عنده حلو اربعة وثمانين تمريرات القصيرة يعني. اكتر شي بهمني. ودفاع عنده حلو وسرعته جدا ممتازة. لانه ارنلد الفيزيكل عنده ضائع. فخايف اي لعب يكون عنده الفيزيكل شوي جيد. يعني يعملي ازمات. تمام? اه عمفكر ما زلت بتيمو فيرنر. صح انه ممكن اني اتفع على تحديه بس بصراحة البطاقة الخرافية ولسه رح ترتفع زيادة مع الابجريد الشتوي هادا اللي رح ينزل فيرنر. خلينا نلقي نظرة بس على طاقاته الداخلية والله غير طبيعية. يعني باكتو باك اخذ لعب الشهر مرتين على التوالي. فشوف. سرعة غير طبيعية تمام? الانهاء غير طبيعي. عنده التزديد ممتاز. الرشاقة اه ستة وثمانية والتوازن واحدة وثمانية. تعطي بطاقة زودة بدربلينج والشوت. رح بصير معك خارق خارق خارق. صح انه راح لعب على تناغم ثمانية. لكن ما هيك انا شايف انه طاقاته ممتازة. حتى وان لعب على تناغم ثمانية. طبعا التحدي طالب تشكيلتي خمسة وثمانين ريت. والتشكيلة اه ستة وثمانين ريت. وطالب اه يعني باحد التشكيلات انه يحط لعب الماني الواحد. يعني نوير او تيرشتيكل اذا حطيته. ممكن يكون ممتاز. لكن بدي اضطر من الان ان يجيب آآ فاندر سار. تمام? واجه لفكرة زمبروتا للسيزن مش جاي. طيب خلص الان مية بالمية رح نعمل تحدي فيرر. رح نشوف هلا معنا ثلاثمية وثلاثين الف. بدي شوف هو التحدي المفروض انه بيكلف اكثر من ثلاثمية وخمسين الف. لكن انا عندي لعيبة بالنادي. رح منشوف قديش رح ندفع على هاد التحدي مشان نساوي التحدي ونبدأ بالفوتشامبيون ونجرب فيرر. طيب الان خلصت التحديين وصرت صارف آآ حوالي مية الف الا شوي مع انه كان فيني يوفر بس كنت بدي اضطرحة اللي هو بيرستش السبعة وثمانين. فهذا التحدي السبعة وثمانين حضت في كل اللاعبين اللي ما ممكن اني يحتاجهم. طارت اني اشتري ميرتنز. تمام? آآ فيراتي ما اللي محتاجه برناردو نفس الكلام فانستروي وفابريغاس يعني للاسف رح قلو الوداع مع انه والله يلعب خرافي جدا لكن ما عادي ينفعني. فهذا اول تحدي ونفس الوقت بناخد بكيجات هذا الشي اللي عاجبني تمام? الوداع يا فابريغاس والشباب لانه ممكن اصلا يرجعوا ينزلون. عفتها هاي البكيجات بعدين رحكمل. على امل يعني بركي بيطلع لي شي لعب ممتاز مثلا يعود لقيمة التحدي او يطلع لي لعب احسن نكمل فيه التحدي الاخير بسهول ساعاتها. فحزمة لعبين الكترون نادر وحزمة لعبين ذهبيين متميزة. خلينا نفتح هذا. واو شوف كيف مغيرين الاشكالي البكيجات. اول ما شفت اللون هذا لون الارضية فكرت رح يطلع لي لعب مثل الناس نالدو يا. هذا في ست عناصر بالمجمل اتناشر عنصر ستة ذهبية وكل العناصر عم تلمع. يعني والله حرام ما يجيني في شي يا رب. اوكي هذا شاشات تقريبا. او كاوت يا خمسة وثمانين طيب. ولن دي سي اف غالبا. او دي باي. او خلوق جاني ديون كان نفعني خمسة وثمانين هدا. دي باي اربعة وثمانين. خيب. هذا كان اخر لاعب. تمام. اللي هو هيقوين. هيك نعتبر رسميا. خلصنا من تحدي تيمو فيرنر والله بتحدي عقدني بصراحة واخذ وقت ما توقعته ياخذ الوقت لهالدرجة. لكن الحلو انه ما دفعت فيه كتير. تمام يعني في بعض اللعيبة كانت موجودة عندي او اغلب اللعيبة كانت موجودة بالتالي نحن لما بلشنا كان معنا ثلاثمية وثلاثين الف وحاليا معنا ميتين الف بيعتبر صرفنا مية وثلاثين الف فقط على تحدي الاسطورة. طاقاته حلوة. طاقاته مبشرة بالخير. لكن دي جربه داخل الملعب دائما ضدي والله بيقد بجل الجلد. يعني انا ما جربت غير بطاقة العادية. فما بقى لك هاي البطاقة فيه فرق غير طبيعي البطاقة العادية. فان شاء الله ان تكون بطاقة رهيبة. يا سلام على الطاقات الرهيبة. يا سلام على الطاقات الرهيبة. رح عطي تناغم 8. حط له مدرب ألماني مسلا. وتيرشتيغن رح مبدله باللي هو فاندرسار اللي حاليا معي عدد بطاقته لتحدي الايكون الخاص فيه. فهذا شي حلو. اني مجهز بشوية بطاقات. وبصراحة الحارس ما له طالب بطاقات كتيرة وبنفس الشي النسخة هاي جدا ممتازة والناس كتير عم تمدح فيه. فستتلعيبة ما بيضروا. اوكي يا حبيبي وهيك. فنكون خلصنا تحدي فاندرسار وجبنا ايكون جديد على التشكيلة. صار عندي مليون ايكون بالتشكيلة. فولكم يا فاندرسار اللاعب طاقته جدا خرافية وبنفس الوقت كتير ناس بتستخدمه. انا هذا الشي اللي متفايل فيه. لانه الناس كلها بتمشي مع اللعب الممتاز. حتى وان كان يعني غالب شوي. لكن طاقة جدا اسطورية. بدنا نلعب فوتشامبيون. صار لي فترة ما لعبت فوتشامبيون صراحة. الاسبوع الماضي لانه ما لعبت اصلا شي. لا فوتشامبيون لغيره. والجوائز ما طلع لي فيها شي بالمناسبة مشان هيك ما حطيتها. تشكيلة انجليزية. دفاعه ما له هالشي الخرافي. وهذا الشي اللي بيطمن. راشفورد عنده. راشفورد ما لي عارفان على شو غالي بصراحة. يعني ما في فرق كبير عن بطاقته العادية. الفينيش مزودين واحد يمكن. بس كان 83 يمكن صار 84 او شي مثل هيك. روح روح روح. او ماي جود. على السرعة. الله ضيعة. لا يا فيرنر لا. انا بعرف شفتك فتاحت سرعة رهيبة بس ما تضيق لي هيك. روح 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 روح. روح. بضيعة بقى هاي. هي مرضية. سرعته سرعته غير طبيعية. اسرع من بابي والله اسرع من بابي. يا اتمندي. هذا هذا اكون يا مشان هيك انا حطه بها المكان. دفاعيا. يا سلام عليك. هنا في مكان خطير تيمو فيرنر. يووو دخية. بناء للمحاولة بشكل ممتع. هلوة جوغميز. لكم جوغميز خرافي تمانين ريتنج بس داخل ملعب فندايك رقم اثنين صار يا يا روح روح. حلوة الكم البنية خلف المدافعين. حكم يقف فرصة هدا فلان. هذا بأي رجل كان بشوت باليسار بدأ اكون يا ما رح ينفع. مارتينيز. رودريغو باتاليا. تيمو فيرنر. ويوو كانت قول حرام والله افسد. ماركوس اكونيا. قد تكون هذي الفرصة. يا سلام يا سلام. لا بيليه هذا بيليه ما فيه مزح يعني. ما بينخاف عليه جوغميز ما بينخاف عليه والله ما بينخاف عليه. شاله براسه هات. شاله براسه. انا لش ما شطه بالزاوية التانية ما كان احسن. الزاوية التانية مفتوحة. براسه شاله. الله الله الله. حلو حلو حلو. يا بي ليه لاتبعد عنه. ووضع في قول جاي شكله. شو ما طايا خلاص قول اعتبره. قدامه في مباراة اليوم سلام عندك بمروة تقدم الكرة انطلاقة ممتازة في الهجوم لكن الدفاع بيخلص الكرة طايرني حيوان والله إذا بسجل هدف لا بستاهل لكمية التضييع اللي عم ضيعة هاي الله عليك فاندرسار شفتوا كيف لعبة بضاره لازم ثنائية بيلي وهذا نستغل أحسن من هيك يا سلام يا الله يا هيا حرام يلا أكون يا الله يا أكون يا هذا الوحش والله وإيما بتلعب هذا اللعب يبدع جنح ظهير ومحور ماذا السعب على الآن بناء الهجمة بشكل سليم ايه هذا ثلاثة لا 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 الله يفندرسار عمول رشفر ثلاثة نجوم قدم ضعيفة كيف يشو طال اه افسايت والله لو ضيع لتضيعة كثير ضيع بها المباراة ممتاز مباراة أولا جيدة بقدر أول مع أني ضيعت كثير 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 يعني أكثر من الهدف اللي سجلت كانت تضيع هدفين لبيرنر وأسيس بدع جدا أكوني أقدم مستوى وبيلي أيضا أقدم لي عليه شوفوا بالحصايات النهائية واو قوية هاي صح أوكي عنده كانت الأحمر يا سلام فينالدا وكزل أسطوري يلا يلا أرجع أنت ولكمباجر اللي عنده عملف أنا عملف مشان يقرب شوي ويشوت بعدين لا هو بغري شاطة بأنه اللعبة الأجمل في العالم والأمتع بين الألحاب الرياضية هذا الوقت تحديدا ظهر لأول مرة على الساحب لا الله عليك فاندر صار والله ما بعرف كيف مر هذا زاه أوكي كف وكف وروبيرت صار حلوة 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 نيلسون ساميدون يلا بيرنر شبتباد الكرات بكل هدوم البحث على المساحة البحث فرصة لتعقد في المباراة كرات تقدر في المباراة كرات تقدر في المباراة تضيع تضيع ما بدت تدخل ما بعرف ليش يلا سلمة مثلنا أيوة ممتاز كبيرة للاستغلال هلانا فرصة فلان يا الله ما بدت تدخل والله ما بدت تدخل شوف حسنا بنتي الشاط الأول ما بعرف يمكن هو هجم هجمة يمكن ولا شي بس المهم انه نحن عم نضيع كثير وهي يعني في مباراة ما بتسن أصلا فرصة واحدة رح بتجيك ما رح تجي غيرها سجلتك أنا بها ما سجلتها ما السلامة كونيا بطل 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 الله يأخذك يا أخي ما تضيع هاي شو اللي صاير لون يلا بقى وأخيرا روح يلا بيرنار يس هذا الهربات أو هاي الهربات اللي بديها يا جد يا جد يا جد يا جد ضيع ضيع لإلا هاي كان في نسل شي لا بس أنا ضيعت بغباء محرك لي الحارس على الآخر هو يا شكر شكرا هلأ تخبط بالحيط يعني سحب أنا هذا اللي كان بديها بس خلي ينسحب مع السلامة شكرا للخصم يعني على أنه خلاني يسجل هذا في رابع أكوني 9.6 اللاعب أكوني رهيبة ملاعبه جناح عنده الدفاع وهذا الشي الممتاز راح عاني ضده أوكي خمسة دفاع شكيلة غريبة هيك ما بعرف شو اللي عاملوا الخصم بس تقريبا أنه أغلب اللاعب هدول ما بينباعوا طريق راح يتمد هذه الطريقة طريقة الخمسة أربع واحد خلوة الله من أولا على السريع على السريع والله ما علي مستلم هيك ما بعرف على كيف عم يستلم بعد ما كانوا مستيطرين عليها فهي كتير عم يفتحوا شوارع هو صح خمسة دفاع بس أنه اتنين بخط الوسط المفروض نمسك خط الوسط ما خليه يعمل شيء هاي التضيعات هاي أبعرف يعني صح أنه أربع نجوم خلص عوضة عوضة في الشكلة صح أنه يعني أربع نجوم قدم ضعيفة بس مفروض تتسجل كانت هاي جول شكله شوف كم لعب عنده افسايد افسايد أنا تمنيت تتسجل معي هيك أهداف والله بس ما بترجع ما بترجع للعبي حتى وإن رجعت بتكون هيك أفسايد كمان يا حسن والله يا حرام أنا شفته بس قدم الحارس نقطة رحت شايت بس الدفاع والله الله يا فندرسار مشكل لأني عرفانه رح يلعب بص سريع بس ما عرفت لأي لأ مارتر فرصة كبيرة لتسجيل معلش أنا آسف بس كانت أربع صفر يرجع اللي ضدك الله بيلي الملك سحب الخصم خليني واجيكم إحصائيات فيرنر راح تلت مباريات لعبناها فيرنر خارق خارق جداً يعني صح أنه بيضيع كثير بس بنفس الوقت أنا لسا ما تعود تعليمية بالمئة بيلي معروف يعني ما شو بدي أحكي معروف بيلي شو الأحصائيات 23 و 30 مباراة 152 هدف 60 أسست فيرنر ثلاث مباريات ستة أهداف وأسست بهالثلاث مباريات اللي لعبناها بهذا المقطع يعني اللاعب جداً أسطوري بصراحة هاي التشكيلة مثل ما أنت شايفين حالياً لسا ما زال معي قديش 200 ألف كوينز بتقدروا تعتبروها راح لعب فوتشامين هذا الأسبوع ما بعرف إذا راح واقف على الجولد ثري ولا لا إذا كان اللاعب جيد ممكن نكمل لحد الإليت وإن شاء الله بحاول أن يجيب إليت إذا اللاعب سيء راح واقف على الجولد ثري بصراحة و بنفس الوقت الفوز هون بيعطينا شوية نقط بالرايفلز فمعي حالياً 1200 نقطة فرح حاول جيب تصنيف جيد كمان بالرايفلز السلسلة مشان ما تملوا وتشوفوا تشكيلات ضعيفة وهيك لكن اكتبوا لي رأيكم بنفس الوقت لأنه باعي لي تبع الدوري الفرنسي وتبع الدوري الإيطالي وما عندي كتير لعبة فغالباً بعد ما تنزل الجوائز لكن تحديات الأفلاين سهلة بقدر خلصها بسهولة مشان جمع إن شاء الله لزامبروتا آآ راح جيبه وبيبقى لي تقريباً يعني إذا عشر بطاقة لزامبروتا حطيتهم وعندك ستة بطاقة بيبقى لي ستة بطاقات ممكن أن يجيب في يوم فرناندو هيرو أو شي لاعب من مبادلة آآ الله عالم يمكن محتاج خمس بطاقات رأول محتاج بطاقات عليه فممكن يجيب فرناندو هيرو والله عالم يعني لأنه ضد يلعب كتير وشفت أنه اللاعب جيد فاكتبوا لي نصائح تحت بالتعليقات فعلى وما هي كنت نقول لنا وصل للنهاية هذا المقطع إن شاء الله راح حاول نزلكم مقاطع كتير يومياً راح أرجع لمقطعين باليوم لكن ورجوني دعم حلو يعني أمنزل أحياناً مقطعين باليوم يعني ما لي عمشوف دعم بيفرق إذا نزلت مقطع واحد يعني المشاهدات عم تضل على حالة لكن بدي شوف يعني شي حلو فأنت ضغط لايك ونشر المقطع يعني هيك بكل مكان مشان نجيب مشاهدات حلوة فشكنا لكم جميعاً وأنا بعرف والله إنكم ما بتأسروا فشكنا لجميع اللي تابعوا المقطع فتقريباً يعني ما بإشي بس هذا اللي كان عندي اليوم آآ فأزعمتكم أقتراحات للتشكيل يكتبوا ليها عدت الكلام ما اليوم مرة معلش لكن صار لي زمان مصور ومتلبك كثير بحالي فبس هذا اللي كان عندي اليوم بأمان الله